بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده هنحل مسألة على درس السرعة النسبية والحركة المتغيرة المسألة بتقول قذف حجر صغير بسرعة 20 متر في الثانية رأسيا إلى أعلى من قمة برج ارتفاعه 200 متر عن سطح الأرض عايزنا نعرف متى يصل الحجر إلى سطح الأرض وما هي سرعته عنده يعني احنا عندنا واحد واقف فوق برج ارتفاعه 200 متر حدف حجر إلى أعلى الحجر ده هيوصل لنقطة معانة بعدين هيبتدي ينزل تاني لحد ما يوصل لسطح الأرض هو عايزنا نعرف الحجر ده هيوصل لسطح الأرض امتى؟ من بداية مراجل حدفه لحد ما يوصل لسطح الأرض وعايزنا نعرف سرعته لما يخبط في الأرض لما يوصل لسطح الأرض هتبقى كام المسألة دي علشان نحلها لو ناخد بالنا ان الحجر هيتغير اتجاهه مرة هو اتجاهه من أسفل إلى أعلى في المرحلة الأولى وبعد كده هيتحرك من أعلى إلى أسفل يعني هيوصل لنقطة انه سرعته فيها باقة صفر وبعد كده هيبتدي ينزل لتحت تاني فاحنا هنحل المسألة دي على مرحلتين المرحلة الأولى الحجر وهو طالع وبعد كده المرحلة التانية الحجر وهو نازم وعشان نحل المسألة دي لازم نعرف الحجر ده هيوصل لأقصر تفاع قد ايه؟ ولما يوصل لأقصر تفاع ده هيوصله في كام ثانية أو كام ديه؟ أو الزمن بتاعه لما يوصل لأقصر تفاع ده هيكون قد ديه؟ علشان نطلع زمن أقصر تفاع هنستعمل القانون ده القانون بيقول ان زمن أقصر تفاع بيساوي سرعة القصف مقسومة على عجلة الجاذبية فاحنا عندنا ان الزمن في المرحلة الأولى اللي هو زمن أقصر تفاع بيساوي سرعة القصف اللي هي عشرين على عجلة الجاذبية اللي هي تسعة وتمانية من عشر والنتيجة هتكون اتنين سانية يبقى احنا كده حددنا المجهول الأول وهو الزمن لحد ما يوصل لأقصر تفاع بتاعه وطلع سانيتين الحاجة التانية اللي محتاجين نعرفها هو ايه أقصر تفاع للحجر ده وعشان نجيب أقصر تفاع هنستعمل القانون ده اللي هو بيقول ان أقصر تفاع بيساوي مربع سرعة القصف على ضعف عجلة الجاذبية يبقى احنا عندنا أقصر ارتفاع أو المسافة اللي هيتحركها الحجر ده إلى أعلى بتساوي مربع سرعة القصف اللي هي عندنا هنا عشرين متر في الثانية تربية على ضعف عجلة الجاذبية اتنين في عجلة الجاذبية اللي هي تسعة وتمانية من عشر هتساوي تسعتاشر وستة من عشر متر يعني الحجر ده هيرتفع لفوق بقيمة تسعتاشر وستة من عشر متر بس تسعتاشر وستة من عشر متر دي من السطح من سطح البرج يعني المسافة من أقصر تفاع هيوصله الحجر لحد سطح البرج بتساوي تسعتاشر وستة من عشر متر يبقى كده ارتفاع الحجر عند أقصر ارتفاع بتاعه بالنسبة للأرض هيساوي ميتين اللي هو ارتفاع البرج زائد تسعتاشر وستة من عشر هيساوي ميتين وتسعتاشر وستة من عشر طيب يبقى احنا دلوقتي قدرنا نحدد ان الجسم ده هيوصل لأقصر ارتفاع بتاعه في خلال سانيتين وأقصر ارتفاع بتاعه هيكون متين وتسعتاشر وستة من عشر متر عن سطح الأرض المرحلة التانية في المسألة وهي الجسم وهو نازل دلوقتي احنا عارفين ارتفاع الجسم ده قد ايه وعارفين سرعة البداية بتاعت الجسم ده في النقطة دي لما يوصل لأقصر ارتفاع بتاعه هيوصل ان سرعة البداية بتاعت الحركة بتاعته بتساوي سفر لان سرعته في البداية هنا كانت سفر وبعدين هيبتدي ينزل سرعته تزيد وعشان نحل المسألة وناخد قرار هنحلها بأنهي قانون من الثلاث قوانين دول نشوف عندنا المعطيات اللي في القانون ده إيه القانون الأولاني فيه سرعة وديه سرعة الجسم في النهاية اللي هو سرعته لما يوصل في الأرض وإحنا مش عارفينها وفيه سرعة البداية إحنا عارفينها بتسوي صفر وفيه العجلة اللي هي عجلة الجاذبية وفيه الزمن وإحنا مش عارفين القانون الثاني فيه المسافة وإحنا عارفينها لهي 219.6 من 10 وفيه سرعة البداية وهي صفر وفيه الزمن وإحنا مش عارفينه وفيه العجلة إحنا عارفينها يبقى إحنا عندنا في القانون ده فيه مجهول واحد القانون الأولاني فيه مجهولين فمنقدرش نحل بيه المسألة أما القانون الثاني ففيه مجهول واحد فإحنا نقدر باستخدام القانون الثاني ده نطلع زمن الوصول اللي هو الزمن اللي هيوصل فيه الجسم لسطح الأرض بداية من أخصر ارتفاع بتاعه إحنا عندنا هنا سرعة البداية بتاعة الجسم بتساوي صفر فيبقى النحية دي كلها صفر فنقدر نقول إن الزمن اللي هيوصل فيه جسم لسطح الأرض بيساوي جزر اتنين في المسافة مقسومة على العجلة عجلة الجاذبية الأرضية اللي هو بيساوي جزر اتنين في 219.6 من عشر على عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي 9.8 من عشر النتيجة هتطلع في النهاية 6.69 من المية ثانية يعني الجسم بداية ما كان على أخصر ارتفاع لحد ما يوصل لسطح الأرض هياخد 6 ثواني و69 في المية من الثانية فهل نقدر نقول إن يصل الحجر إلى سطح الأرض بعد 6 ثواني و69 من المية من الثانية طبعا الكلام ده مش مصبوط لإن الجسم خد سانيتين في البداية على ما وصل لأخصر ارتفاع فاحنا هنحسب السانيتين اللي في البداية على ما يوصل لأخصر ارتفاع وال6 ثواني اللي خدهم من أخصر ارتفاع لحد ما وصل لسطح الأرض فالنتيجة هتكون 8 ثواني و69 في المية من الثانية وبكده نكون حلينا المطلوب الأول أما عشان نجيب المطلوب التاني هو سرعة الجسم لما يوصل لسطح الأرض إحنا عرفنا إن الجسم ده هياخد 6 ثواني و69 في المية من الثانية لحد من بداية من هو كان عند أخصر ارتفاع لحد ما يوصل لسطح الأرض وإن سرعة الجسم عند أخصر ارتفاع كانت صفر فإحنا عارفين سرعة البداية بتاعت الجسم وعارفين الزمن اللي خده الجسم على ما وصل لسطح الأرض فالقانون الأولاني بيطلع لنا سرعة الجسم لما وصل لسطح الأرض فإحنا عندنا سرعة البداية اللي هي بتساوي صفر وعندنا العجلة 9.8 من 10 وعندنا الزمن اللي هو 6 ثواني و69 في المية من الثانية فنقدر نقول إن سرعة الجسم لما وصل للأرض بيساوي صفر زائد العجلة اللي هي 9.8 من 10 مضروبة في الزمن اللي هو 6 ثواني و69 في المية من الثانية اللي هو يساوي 65.6 من 10 متر في الثانية يبقى إحنا كده حلينا المسألة باستخدام القوانين اللي قصدنا ومتهيق لي إن كده المسائل اللي فيها أخصر ارتفاع واللي فيها عجلة واللي فيها سرعة متغيرة نقدر نحلها بكل سهولة باستخدام التلات قوانين زائد لو هي مسائل فيها قصف إلى أعلى أو إلى أسفل هنستعمل القانونين بتوع أخصر ارتفاع وبكده نكون غطينا جزء كبير من الدرس وشكراً ترجمة نانسي قنقر